التيك توك يشهد انتصارات فكرية أخلاقية لشيعة التوحيد الصرخية في تحدي واضح وصريح للمهدي محمد بن الحسن العسكري وللمراجع وأتباعهم من الشيعة القبورية شهدت منصات التيك توك محاورات ومناظرات فكرية بين الشيعة الموحدين والشيعة القبورية مما يعتقدون بولادة ووجود المهدي محمد بن الحسن العسكري حيث وقفوا عاجزين أمام أسيلة البث التي يطرحها الموحدون والتي تطالب بآثار المهدي إن كان موجودا وكان من بين العناوين الصرخي أعلم من المهدي ومراجع الشيعة أين آثار المهدي؟ والملفت أن المدافعين عن المهدي الغائب يجدون أنفسهم عاجزين تماما عن الإجابة عن السؤال فيما كانت المفاجأة الأكبر بوجود روايات البداء التي تطل ادعاءهم بوجود نص على العمة الاثنى عشر بأسمائهم كون روايات البداء التي جاءت في كتاب زيد النرسي وهو من الأصول الستة عشر المعتمدة في التراث الشيعي ففيها إن الإمام الصادق عليه السلام يجهل الإمام الذي بعده فكان يدعو الله وينازله في أن يجعل الإمامة في ابنه إسماعيل وبسبب ذلك خرجت الفرقة الإسماعيلية لكن أبى الله إلا أن يكون موسى الكاظم عليه السلام هو الإمام فلا يثبت ادعاؤهم بوجود نص على العمة بأسمائهم فضلا عن الاستدلال بالشواهد القرآنية التي تؤكد سيرة وحياة عيسى عليه السلام والعبد الصالح الخضر فأين المهدي باسمه وعنوانه وشخصه وسيرته في القرآن حتى يقاس بهم وتميز المحاورون الموحدون بحسن الخلق والهدوء على خلاف أساليب الطعن والسد والشتم للقبورية